أهلاً بكم جثومة المعدة هي عبارة عن تقروح في الجدار المبطن للمعدة كما إنه من الممكن أن يزيد هذا التقروح ويؤدي إلى إحداث ثقب في جدار المعدة والاثنى عشر ينتج هذا التقروح عن إصابة المعدة بالبكتيريا الحلزونية والبكتيريا العضوية كما تمتاز هذه البكتيريا بقدرتها الفائقة على مقاومة الأحماض التي تقوم المعدة بإفرازها من أجل هضم الطعام من الأسباب التي تؤدي إلى انتقال هذه البكتيريا إلى المعدة يتم ذلك عن طريق الإفراط في تناول المضادات الحيوية بالإضافة إلى التدخين تنتقل العدو عن طريق استخدام الأدوات الشخصية من شخص مصاب لشخص سليم وخصوصاً أدوات الطعام وتناول الطعام والشراب المروث والمكشوف للهواء أعراض جرثومة المعدة تقيء والغثيان وتقيء الدم وتغير لون البراز إلى الأسود الداكن الشعور بالخمول والإصابة بالافتجاع المريئي الشعور بألم في البطن وخاصة بعد تناول الطعام بساعتين أو ثلاث ساعات أو عند عدم تناول الطعام لفترات طويلة إلى جانب حدوث فقدان في الوزن تخلص من جرثومة المعدة نهائياً أكدت العديد من الدراسات البحثية والعلمية على أن العلاج بالعققير الطبية لا يأتي بأي نتائج إيجابية بل على العكس فهو يقوي من الجرثومة داخل المعدة كما أكدت الأبحاث في نفس الوقت على أن علاج جرثومة المعدة بالأعشاب أو بالطرق الطبيعية هو علاج فعال جداً وأكدت أيضاً على أن العلاج بهذه الطريقة قد ساهم في تقليل من أعراض جرثومة المعدة بصورة كبيرة ليس هذا فحسب بل في العديد من الحالات ساهم في القضاء عليها بشكل كبير من إحدى الطرق المستخدمة في علاج جرثومة المعدة بالأعشاب هو الرمان على أن يتم استخدامه بالطريقة الآتية يتم في البداية بالقيام بتشفيف قشور الرمان وبعد ذلك يتم القيام بطحنها بعد ذلك يتم وضع خمسين جرام من مطحون الرمان مع إضافة خمسين جرام من مسحوق الكمون مع إضافة نئة جرام من مطحون الزنجبيل ثم أخيراً يتم القيام بإضافة العسل الطبيعي بالمقدار المناسب لخلط جميع المكونات خلطاً جيداً من الجيد أن يكون العسل من عسل السدر وهو عسل بري ويعتبر أفضل أنواع العسل في العالم يتم استخلاصه من شجرة السدر قبل أن تطرح ثمارها ويكون باللون البني الداكن وله رائحة طيبة بعد ذلك يتم تناول هذا الخليط وذلك يتم بتناول ملعقة كبيرة من الخليط وبشكل يومي ولمدة أسبوعين على أن يتم تناول هذا الخليط في الصباح على الريق يفضل بعدم تناول أي طعام بعد تناول هذا الخليط إلا بعد ساعة كاملة نتمنى لكم الصحة والعافية أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر